مارجو سأضع بين أيديكم مثالا عمليا وعلميا في الوقت نفسه أتحدث عن العلم الديني سأخذ حديثا من الأحاديث التفسيرية والتي وردت عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 488 في تفسيري وتأويلي كاف ها يا عين صاد من سورة مريم الرواية الموجودة هنا إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيلها الكاملة لأنها من الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن ولادة إمام زماننا وعن حياته ووجوده وحجيته وإمامته زمان إمامة أبيه الحسن العسكري يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وهو برنامج مختص بموضوع ولادة إمام زماننا برنامج طويل مفصل موجود ومتوفر على الشبكة العنكبوتية عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع بموضوع الولادة في الوثائق وستطلعون على هذا الحديث على رواية سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه بكل تفاصيلها فهذا جزء من رواية سعد الأشعري سعد الأشعري التقى بإمام زماننا في سامر أيام إمامة أبيه حينما كان الإمام صغيرا وسأله أسئلة من جملتها سأله عن تأويل وتفسير كاف ها يا عين صاد الإمام فسر له وبين له التفاصيل خلاصة القول الإمام هكذا قال له فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك العترة والياء يزيد وهو ظالم الحسين والعين عطشه عطش الحسين والصاد صبره صبر الحسين إلى آخر الرواية الشريفة هذا حديث من الأحاديث التفسيرية التي بايعنا على التمسك بها في بيعة الغدير نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وهذا هو تفسيره بحسب بيعة الغدير يجب علينا أن نتمسك بتفسيرهم هذا ماذا يقول الناطق الرسمي الوائلي الناطق الرسمي باسم الشيعة الناطق الرسمي باسم حوزة النجف الناطق الرسمي العقائدي باسم السيستاني الوائلي هذا مات وولى إلى قبره لكن الذي بعثه من جديد السيستاني كل الأهثام في رقبتي هذا الرجل في رقبتي السيستاني كل الضلال الذي ينشر الآن في الوسط الشيعي بسبب الوائلي إما بسبب مجالسه بشكل مباشر وإما بسبب كتبه الضال وإما بسبب المدارس التي فتحت بأمر من السيستاني والدورات الخطابية والدورات الخطابية أو بسبب المدارس التي فتحت والدورات الخطابية بأمر من السستان لنشر فكري ومنهج الوائلي هو هذا الذي نشر الضلالة الوائلية في الوسط الشيعي كل الأهثام في رقبة السستان لأن الوائلية مات وولى إلى قبره وكان يمكن أن ينسى بسبب الظروف والأحداث التي حدثت بعد سنة 2003 وبسبب وجود الفضائيات والنقل المباشر إلى غير ذلك لكن الذي أعاده إلى الحياة السستان فكل الأهثام في رقبة السستان كل الضلال الشيعي في رقبة السستان أعرض لنا الوثيقة رقم 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين حقيقة أننا بايعنا في بيعة الغدير أن نتمسك بتفسير علي وآل علي وهذا جزء من تفسيرهم الذي بايعنا عليه وبين ما يتحدث به الوائلي الغبي الأخبر هذا عن تفسير إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه التشاكل تلقى لك فقد مفشر يجي يقول لك كاف هاي عن صاد الكاف كربلا والهاء هلا في العترة والعين ما أجل شنوه ويقوم يسطر لكم الحكي الماجلون لا هاي تفسير وابعيدة عن روح القرآن القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بهالمحاولات هذه الماجلون هالبسيطة هاي يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة هاكلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال هل أعلق سأعيد بثه مرة أخرى ولكنني أريد أن أنبهكم من أن المصدر الذي قرأت لكم منه حديث إمام زماننا كمال الدين وتمام النعمة للصدوق الصدوق توفي سنة 381 للهجرة قطعا الكتاب قد ألفه قبل تأريخ وفاته الصدوق والده من رجال الغيبة والده علي بن بابويه القمي والد الصدوق من رجال الغيبة وممن كانت تربطه رابطة وثيقة بسفراء الإمام وخصوصا بالسفير الثالث بالحسين بن روح النوبختي والد الصدوق كان من تلامذة سعد الأشعري الذي سأل الإمام الحجة وكان على صحبة وصداقة معه فالصدوق حينما ينقل هذا الكلام ينقل الكلام من واقع قم سعد الأشعري قمي من مشايخ القميين ووالد الصدوق من تلامذته من تلامذة سعد الأشعري الذي نقل الرواية والذي سأل الإمام عن تأويل وتفسير كاف ها يا عين صاد والد الصدوق تلميذ سعد وكان صديقا وصاحبا له والصدوق هو جزء من أجواء قم وجزء من هذه الوقائع والأحداث لو لم يكن مطمئنا لهذه التفاصيل ولهذه المعلومات هل أثبتها في كتاب بحسب مقدمته هو الصدوق يقول من أنه رأى الإمام الحجة في المنام وطلب منه أن يكتب كتابا خاصا في موضوع غيبة الإمام قطعا حينما يمتثل الصدوق لأمر الإمام الذي رآه في المنام لا بد أن يكون مهتما شديد الاهتمام بالمعلومات التي سيثبتها في هذا الكتاب وحينما جاء بهذه المعلومة جاء بمعلومة من الواقع الذي يعيش فيه فالصدوق ولد في قم وعاش في قم وهو قمي وأبوه من مشايخ القميين وتلميذ عند سعد الأشعري ومن أصحابه وأصدقائه ووالد الصدوق من رجال الغيبة من المطلعين على شؤون إمام زماننا لو لم يكن الصدوق مطمئنا للرواية وتفاصيلها هل يثبتها في كتاب يكون مهما بالنسبة للصدوق إلى درجة عالية من أنه ألفه نزولا والتزاما وطاعة لأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب عقيدته هو جاءه في المنام صلوات الله عليه وقال ما قال له يأتي ألوائلي بكل هذا الغباء كي يتحدث بمثل هذا الحديث يقول تلقى لك فد مفسر من هو هذا المفسر إنه صاحب الزمان وهو يعلم ويعرف يعرف من أن الرواية قد ذكرت عن صاحب الزمان هو لا يعتقد بها لماذا؟ اعتمادا على علم الرجال هذه خواتيم علم الرجال هذه نتائج علم الرجال أن يستهزئ ألوائلي بإمام زماننا بهذه الطريقة يقول تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء يا عين صاد الكاف كربلاء والها هلاك العترة والعين ما دري شنو ويقوم يسطر لك من هالحش صار كلامي لإمام الحجة تصطير إلى أن يقول هذا الأخبر هذه عقنية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى قد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد الكاف كربلاء والها هلاك العترة والعين ما دري شنو ويقوم يسطر لكم الحجة الماد شنو لا هاي تفاشير وعيدة عن روح القرآن القرآن العطاء الضخم ما يجي به المحاولات هذه الماد شنو هاي بسيطة هاي عقلية وحدة عندها مغزل عجوز مخرفة كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا هاللون من التفشير لا يقبل بحال من الأحوال في بعض مجالسه في الكويت كرر مثل هذا الكلام فأخذ الشيعة الذين كانوا حضارا في هذا المجلس بعد أن تم المجلس يفسرون كاف هاي عين صاد فيقولون كاف ويأتون بكلمات فاحشة ويقولون عين ويأتون بكلمات فاحشة لأن الوائل هو الذي علمهم هو الذي فتح لهم الطريق للاستهزاء بالقرآن وللاستهزاء بتفسير إمام زماننا ولنقض بيعة الغدير إذا ما رجعنا نبحث عن السبب فإن السبب ليس في ألوائل نفسه السبب في المنهج الذي عليه ألوائل حينما يعود إلى نتائج علم الرجال إلى نتائج علم القنادر تلومونني إذا ما أسميته بعلم القنادر ما هي هذه النتائج بين أيديكم الوائل يصر على هذه القضية دائما في مجالسه كي يستهزئ بتفسير إمام زماننا وبعد ذلك يؤلف كتابا بهذا الخصوص هذا كتابه بين يدي كتاب صغير نحو تفسير علمي للقرآن وهذه الطبعة طبعة دار سفينة النجاة في الصفحة السادسة والعشرين يذكر ما جاء في تفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما قرأته عليكم قبل قليل من كمال الدين وتمام النعمة في الصفحة السابعة والعشرين يعلق فيقول وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لو صحت لماذا لم تصح لأن علم الرجال يرفضها لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها ولكنها والحالة هذه لم تثبت رجاليا من أن التفسير صدر عن المعصوم ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا فهي من دون سند صحيح أو يرويها مجاهيل أو أن الرواة مجاهيل الرواية رواةها مجاهيل بحسب علم الرجال بحسب علم الرجال النجفي الطوسي القذر الشيطاني الناصبي الوسخ الخرائي بحسب هذا العلم فإن الرواية التي قرأتها عليكم من كمال الدين وتمام النعمة رواتها مجاهيل وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها إذ لم نجد لها وجها أنت غبي لا تعرف لها وجها أنت ومراجعك أغبياء لا تعرفون لأحاديث أهل البيت وجها لأن عقولكم صبت بطريقة مستدبرة سنبت بصائركم وسنب توفيقكم وغطستم في العيون الكذرة القذرة النجسة الناصبية وأخذتم دينكم من هناك وتركتم محمدا وآل محمد إذ لم نجد لها وجها ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل فلا يمكن الركون إليها لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجاز وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم التحكم أن نقول قولا بلا دليل فهو يقول أن نقول من أن كاف كربلاء ما هي العلاقة بين كاف وكربلاء هذا كلام لا دليل عليه إنه تحكم التحكم هو القول بلا دليل وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم من القول من دون دليل ثم يقول مستهزئا ولماذا لا يكون الكاف كلام أنا أجيبك لأن كحمار لا تفقه حديث الإمام فكاف هي كربلاء لماذا لا يكون الكاف كلام لأنك يا أبا سمير حمار كما وصفتك سورة الجمعة فأنتم تحملون القرآن ولا تفقهونه لأنكم نقدتم بيعة الغدير حينما حملتم القرآن فإن بيعة الغدير فرضت عليكم يا أصحاب العمائم أن تأخذوا التفسير من علي وآل علي لكنكم ذهبتم فأخذتم التفسير من الفخر الرازي أنت أخذت التفسير من الفخر الرازي بحسب المنهج العمري فأصبحت كالحمار يحمل أسفارا فأنت حمار لما كنت حمارا بحسب الوصف القرآني فإنك لا تستطيع أن تفقه لماذا كاف كربلا ولذا فأنت من جهلك وسفاهتك واستحمارك يا أيها الغبي الأثول تعترض على إمام زماننا وتقول ولماذا لا يكون الكاف كلام واله هراء والياء يروى والعين عي العي عدم القدرة على الحديث والصاد صفصطائي يبدو أن الوائل لا يعلم أن الصفصطاء تكتب بالسين وليس بالصاد هذا استعمال سوقي يا أبا سمير أنت الذي لا تفقه العربية فكيف تفقه القرآن والصاد صفصطائي الصفصطائي لا تكتب بالصاد يا أيها الوائلي وإنما تكتب بالسين صفصطائي على أي حال هذا هو هراءهم وهذا هو ضلالهم وهذا هو جهلهم ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عي والصاد صفصطائي وهكذا وقت الحلقة انتهى بقية الحديث ستأتينا في حلقة يوم غد وستعرفون من أن الوائلي أخذ ضلاله هذا من الفخر الرازي من هذا المصدر سأبين لكم ذلك في حلقة يوم غد ومن رجال الخوع من هذا المصدر والخوع أخذ هراءه وضلاله من رجال النجاش وسأقرأ كل ذلك عليكم من هذه المصادر كي تعرفوا من أن دينكم مهزلة كل دينكم رتب بهذه الطريقة وكل الذي يقوله الوائلي في مجالسه بهذه الطريقة من الفخر الرازي ومن الخوع والخوع يأخذ من النجاش والنجاش كتاب مزور والنجاش نفسه سافل حقير منحط وقد أثبت ذلك بالحقائق والوثائق والدقائق صدقوني كل دينكم بهذه الطريقة كل الدين كل الرسائل العملية بهذه الطريقة كل التفسير بهذه الطريقة كل العقائد بهذه الطريقة كل الضراط الذي يصدر من مراجح النجف و يصفونه بالعلم والفقه والمعرفة يصدر بهذه الطريقة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر